بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة معاكم مرة تالتة دكتور محمود حسين في قرس والنهاردة هنتكلم على آخر جزء من شابتر وان اللي هو الانتروداكشن والجزء ده اللي هو الخاص بالكونتينز طبعا احنا اتفقنا ان شابتر وان كان ثلاث اجزاء الجزء الاول كان عبارة عن تعريف الطربة والفرق بينها وبين الروك وبعد كده عرفنا كورس ديسكريبشن او وصف الكورس ده في الجزء الاولاني وبعدين الجزء التاني عرفنا اهداف الكورس بتاعتنا للجولز او الكورس والنهاردة هنتكلم على الجزء التالت اللي هو الكونتينز او محتويات الكورس الكورس بتاعتنا الكورس بتاعتنا بيتكون من يعني عندنا سبع ابواب الباب الاول اللي هو الانتروداكشن وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده تلات اجزاء اللي اتكلمنا فيهم على التعريف واهداف وتعريف والمحتويات بتاعت الكورس والريفرنس او المراجع اللي خاصة بالكورس اما الشابطة التاني فده الفيزيكال بروبيرتس اوف صايل الفيزيكال بروبيرتس اوف صايل هو بيتكون اساسا من جزئين اساسيين وكل جزء طبعا بيتقسم الى بعض الساكاشنز يعني الجزء الاولاني انه هو عبارة عن بعض الدفينيشنز او التعريف الخاصة به خاص الفيزيكية للسايل وده زي ما قلنا قبل كده بيشمل ممكن ال او نسبة الفراغات المسامية ال المحتوى المائية الوزن النوعي وال بتاعت السايل واليونت ويتس يمكن احنا هنبتدي يعني نفصصها شوية حبة حبة ونعرف ايه هي انواحها وازاي نفرق ما بين اليونت سويتر المختلفة بتاعت السايل ان كانت دراي او ساتيوريتد او سبمرجد او او ويت الجزء التاني برضك وده مقسم لبعض الساكاشن اللي هو الاتر بيرج لميتس او حدود اتر بيرج والحدود اتر بيرج هنتكلم فيها في الشابتر دوت عن الاتر بيرج لميتس اللي هي اللي هي اللي كود لميتس او حد السيولة وحد اللي دون او البلاستيك لميت وحد الانكماش او الشرينكيش لميت وايه الفرق ما بينهم وازاي بنجيبهم في المعمل اما الشابتر التالت اللي هو الهايدروليك بروبيرتس اوف سايل برضك ده مقسم الى بعض الاجزاء نتكلم فيها عن التوتر السطحي عشان نبتدي احنا بنتكلم هيدروليكس هيدروليكس يعني مية مية بس انت درست في الهايدروليك المية مشية في المواسير لكن او مشية في ممكن في ترعة لكن احنا هنتكلم بخصوص الهايدروليك بروبيرتسو سايل يعني سرايان المية داخل التربة نفسها فهندرس طبعا التوتر السطحي والخاصية الشعرية وهندرس معامل النفذية بتاعت السايل وازاي نقدر نجيبه في المعمل وفي الموقع وفي الاخر هنعرف الطبقات الحاملة للمية بالتفصيل ازاي نحسب الكي في حالات المختلفة للطبقات الحاملة للمية الشبطة اربعة وده عبارة عن الميكانيكال بروبيرتس أو الخواص الميكانيكية للسايل وده برضا هيبه مقسم الى بعض الاجزاء هنتكلم فيها عن في السايل وازاي نحسب السايل ان كان فيه سيبيج او ما فيش سيبيج يعني فيه عندنا تصرب مية او ما فيش تصرب للمية وبعد ما هندرس السايل في السايل هنبتدي ناخد بقى مقاومة الطربة للقص او والشير سترينس اوف زي سايل والشير سترينس اوف زي سايل ديت او مقاومة الطربة للقص هنعرف الشير برامترز بتاعتنا اللي هي الكوهيجن والانجلو في انتيرنال فريكشن هنعرف التغارب بتاعتها ازاي بنجيبها عن طريق الدايريكت شير او عن طريق التري اكسيال او عن طريق الان كونفايند كومبريسيف سترينس بعدين هندرس جزء تاني برضا في الميكانيكال بروبيرتس اللي هو التصلب او الكونسولوديشن وانعرف يعنيه كونسولوديشن وازاي نحسب الهبوط بتاعت السايل وازاي من تجربة الكونسولوديشن التجربة الصغيرة ديت نقدر نطلع خواص كتيرة للسايل او الميكانيكال بروبيرتس بتاعت السايل اما شابتر 5 ده اللي هو ديزاين أوف سايل رينفورسمنت ده هنبتدي نعرف ايه هي المواد المستخدمة في السايل رينفورسمنت او في تسليح التربة ايه هي اهداف السايل رينفورسمنت او ازاي انت بتحط او بتحط السايل رينفورسمنت عشان ايه الاهداف بتاعتها وبعدين هنبتدي ناخد ديزاين يعني هنعمل تصميم لحيطة حيطة كاملة باستخدام السايل رينفورسمنت اللي هو الجيوتك ستايل وبعد ما ناخد الخطوات بتاعت التصميم نبتدي ندي مثال براكتيكال عليها ازاي تصمم سايل رينفورسمنت وال شابتر 6 او الفصل السادس اللي هو السلوب استابلتي او سبات الميول سبات الميول زي ما احنا اتفقنا قبل كده وانا قلت لكم في الجزء الماضي ان احنا مش هندرسه بالتفصيل قوي لكن احنا هناخد طريقتين مبسطتين ازاي نحسب المعامل الامان ضد الميول بتاعتنا لو كان عندي ميل هنا بزاوية مثلا بيتا ازاي اقدر اقول ان ده في هيحصل له انهيار ولا مش يحصل له انهيار وقدر اجيب الفاكتور الف سيفتي الخاص به شابتر الاخير اللي هو شابتر 7 اللي هو او طرق تسبيت التربة وده يمكن هيبقى الشابتر كبير شوية عشان هنبتدي نتكلم فيه على في البداية هنعرف يعني ايه تسبيت تربة وبعد كده هنقول انواع تسبيت التربة نفسها ان كانت سطحية او ان كانت عميقة وبعدين نبتدي ناخد كل نوع بالتفصيل ان كانت سطحية او ان كانتها عميقة باستخدام الطرق المختلفة ان كانت بقى باللايم بالجير بالنفورسمنت بالبايل بالجراوتينج كل الانواع دي هناخدها ان شاء الله في شابتر 7 ان شاء الله المراجع اللي انت ممكن ترجع اليها بخصوص القرص دوت فيه عندنا كتاب مهم جدا اسمه engineering principle of ground modification وده المانفريد هاسمن وفيه مرجع تاني اللي هو soil mechanics ده عشان تبتدي تعرف بردك الخاص اللي احنا اتكلمنا عليها لسينيكا وفيه عندنا الكتاب بتاع advanced soil mechanics لدوس و soil stabilization للانجليس and midcalf شكرا